كان هتبقى مفجأة ان انت تخطى بقى البونيك اه طبعا هتبقى مفجأة لكن احنا مش شايفين ان المستوى بعيد قوي مش شايفين ان الجاب كبير جدا لا 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 الاهلي هيقدر باذن الله احلامه طموحات جماهيره وانا حقول لكم الناس في النادي تفكر في ايه خلال الفترة اللي جاية في الحقيقة بس بعد شوي المهم اللي لقتي ان الاهلي عنده اهداف وعنده نقاط هيفضل يشتغل عليها ويحققها ويوصلها واحدة واحدة وبالشغل وبالجهد وبالعرق والتعب وهي الثقافة الناس في النادي الاهلي كده سواء مجلس ادارة او لعبين او اجهزة فنية او اي حاجة يعني فاحنا عندنا ابطال لازم نشيد بيهم كل الاشادة بنحييهم كل التحية ومستنين منهم الكتير طموح النادي الاهلي ان خلصت بطولة بتفكر في اللي جاي اللي جاي بقى انت عندك دوري ابطال افريقيا بتدفع عنه يا بص الاهلي ما شاء الله كل البطولات اللي عابة النادي هيدفع عنها اي بطولة هيخش فيها او هيشارك فيها هو بلعبها عشان يدفع على اللقب بتاعها احنا اخديني السلسية دوري كاس مصر دوري ابطال افريقيا التلاتة احنا شغالين فيهم عشان يدفع عنهم رجالة النادي الاهلي هيدفعوا باذن اللعب البطولات دي ويكرروا السلسية تانية ليه لا لان احنا عندنا مقاومات وعندنا اللاعبين المميزين جدا وانا بالتحديد عايز اتكلم معاك وقبل ما اروح لمحمد الشيناوي لان محمد الشيناوي ده احنا 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 اح